السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ربكم ونوب الفخير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة لسيدات شطرة جدا عندهم موهبة ما فيش زيها هتلاقي ست من دول كده بتبدع في تغيير اصعب الموبالية اللي ممكن تكون كانت متهلكة لسنين طويلة وبتفكر ان هي تجيبها وبتحملها اعالي تدوير وبتزبطها من اول وجديد ويترجعها حاجة كده فوق الخيال وطبعا المنتجات دي بتتباع باسعار عالية جدا خصوصا طبعا ان كل حاجة معمولة فيها بالهند ميد وكل حاجة طبعا اتعامل لها تصليحات من اول وجديد والوان وديكورات تقدر ان انت طبعا تبدع فيها في ستات كتير طبعا شطرة بنشوفها زي النموذج اللي قدامنا دي وبتحاول تجيب الحاجة وتجدد وتدهم في البيت وتدهم في الموبالية عندها بنفسها وهي دي اكيد طبعا الستات الشطرة والموضوع مش على قد كده بس شايفين برضو ديكورات كده اللي بيزودوها بنفسهم يعني رسمة حبة ان يضيفها للموضوع كمان ديكور دلوقتي هتشوفوه حتى كمان الديكورات المدهبة هتشوفوها دلوقتي معنا وندخل كمان دلوقتي كده على الاكسسوارات الغالية جدا دي اللي انت طبعا ممكن تجيبيها وتعلقيها عندك في البيت ويكون سعرها غالي جدا شايفين دلوقتي كده دي نفس القطع اللي انت بتعمليها بتاعت الكيك او الكلام ده كله بتجيب الاشكال ودي طبعا اكيد خاصة بنوع معين من الجبس الابيض وبتجيبيها طبعا وتقدري تعملي الديكور او الرسم اللي انت حبها بس اكيد طبعا طلبة منكم لو هيجيبكم معي الفيديو هتكاملوه معي الاخر هتستمتعوا جدا بيه وطلبة منكم طبعا ما تنسوش دعمكم ليا وللقناة باللايك والاشتراك معايا لو لسه ما اشتركتوش وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بلزلها معاكم شايفين دلوقتي كده طبعا الديكور اللي بدأت تزوده وتضيفه هنا على القطعة الازايزة اللي كانت موجودة معنا وزي ما قلتلكم المنتجات دي بتتباع بره بقى سعار غالية جدا يعني تخلي كده اي جالري او مطحف بيبيع المنتجات دي وانت طبعا بقى عايزك جبيها وتضيفيها عندك في البيت فهتلاقي طبعا سعار بتاعتها بتكون باهزة السمن لكن مجرد ما اكيد هتجي بيها وبتعملي معظم المنتجات وديكورا دي بنفسك هيبقى سعرها عادي جدا وحب اقولكو اكيد ان السيداتي بتكسب كويس جدا من المنتجات اللي هي بتباعها وده اكيد مشروع كويس جدا يعني ممكن دلوقتي بنات بتتفرج معينا على المنتجات دي وتقدر تستفاد منها وتطبق كمان الفكرة وتبدأ تنزل بيها في الاسواق وتباعها بنفس الفكرة اللي احنا شايفها ندخل دلوقتي كمان كده عط ربيزة او زي مكتب كده او زي بوفيس وغير وهنشوف دلوقتي كمان كده من الالف لليا التغييرات اللي هتحصل فيه طبعا اول حاجة كده الصنفرة والشدهان كده بسيط وبعد كده طبعا بنبدأ نضيف القطع اللي انت حابة تاخديها زي دي كورة على قطعة الاساس اللي عندك وطبعا كده المقابض الدهبية دي هنشوفها دلوقتي مع بعض بتتعامل ازاي وهنك كمان برضو كده قطعة من الموبالية طبعا الحاجات دي يا جماعة ممكن تحمليها في حاجات كتير قوي يعني الدولاب بتاعك كومودين وعندك فقط النوم فيه طبعا سقطات كتيرة شفناها الفترة اللي فاتت جابت قوض النوم عندها وبدأت تدهانها بالالوان اللي هاي حابة تجادت بيها البيت عندها وطبعا كل واحد بيضيف الديكور المناسب لي حسب كمان استخدامه لي شايفينا طبعا كده شكل القطع الخشبية دي مع لما بتتغير والالوان طبعا اللي انت حابة فيها وكلها فعلا الوانها حلوة جدا وزي ما احنا عارفين المنتجات دي لو انت هتجيبيها فعلا هتلاقي سعرها غالي جدا لكن مجرد ما هتعمليها في البيت بكمان الالوان والديكورات اللي مناسبة ليكي مع طبعا الوان الحيطان اللي عندك في المنزل يعني هتقدر تتحكمي في الالوان اللي انت محتاجاها وتتحكمي كمان برضو في سعر المنتج او الخمات اللي انت هتجيبيها لان اكيد هنا برضو مش هننكر انهم بيستخدموا منتجات اصلية وخمات اصلية بتكون اكيد سعرها غالي لكن لو انت هتجيبيها بنفسك ممكن تجيبي الاسعار البسيطة شوية هم هنا طبعا بيجيبوا منتجات غالية عشان بيستخدموها في ديكورات كتيرة جدا لكن انت في البيت لو انت يا دوب هتعمل قط النوم عندك ممكن تحسبي التكلفة اللي انت هتستخدميها وكمان طبعا لو انت هتجيبي منتجات بسيطة او هتعملي دوب ترابيزة صغيرة ممكن طبعا تجيبي خامة بسيطة برضو عشان ما تكونش التكلفة غالية جدا بالنسبة لك وطبعا كل حاجة هنا كده بتقدري تتحكمي في الشكل او الورود اللي انت عايزاها الحجم اللي انت نمسك تبصيه كل ده حاجة بترجعلك زي ما شفنا دلوقتي مع بعض والمهم اكيد في النهاية هي اللون المبهج اللي احنا بنوصل ليه والشكل النائل بيكون شكله حلو جدا وزي ما قلتلكو الالوان والرسومات دي حرية شخصية كل واحد اكيد بيختار الرسمة والديكور المناسب ليه دي كمان دلوقتي كده رسمة تانية مختلفة وجابت دلوقتي وحضرت معانا الاسبري المطلوب باللون اللي هي حباه وبدأت طبعا كده بقى تحط القطعة دي وتضيف طبعا هنا بقى زي رسمة خفيفة كده جدا من الجناب بس عمتا شكلها حلو قبي بعد كده طبعا حابة تديها لمع معينة دي كور معين كل حاجة في ايديك اندي كل حاجة بترجعلك اشتركوا في القناة دي كمان قطعة خشبية كده شبه طبعا يعني ان الشابة اللي انت بتقطع عليها الخضر والفاكهة بتاعتك بس عمتا هي هنا هتجبها عشان تورينا كده تجربة لكل القطعة اللي قدامنا دي شايفين طبعا بها بدأت تملك كل الفراغات واتطلعت معانا كل الاشكال اللي احنا شايفينها طبعا شايفين كده يعني قطعة سرية حلو قوي يعني اللي يشوفها فعلا يفكر ان هي انتيك غالي جدا وبع ذلك دي بقى صهار بسيطة وانتي اللي عاملها بنفسك في البيت وقدرت ان انتي تتحكمي فيها حاب اقولكو كده مين دلوقتي بتفرج معانا على القطعة دي نتمنى منكم اللايك كده للقناة هنا عشان ناس كتيرة للأسف دلوقتي بقى بتتفرج معايا على القناة وبتنسى تحط اللايك فاللايك يعني ده يعني تشجيع منكم لها للقناة وفضلا وليس امره تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده يدوب قطعة من الالوان بدأت تخلطهم مع بعض ويا ترى النتيجة في الاخر هتكون عاملة ازاي طبعا دلوقتي كده بدأت تظهر معينا والالوان فعلا طلعت حلوة جدا اشتركوا في القناة نشوف هنا مع بعض كمان كده اللون اللبني او الرمادي الفاتح جدا ده او البيبي بلو طبعا بقى ممكن يكون حسب اختلاف لون القوضة عندك اللي انت هتحط فيه القطعة دي لكن في النهاية النتيجة حلوة جدا طبعا الالوان دي كلها اختياري حسب الديكور عندك في البيت وكمان الالوان اللي انت بتفضليها ومع ذلك اللون او النتيجة في الاخر فعلا هيلة قوي احسن بكتير جدا مما ممكن نتخيل او نتوقع وخصوصا كمان طبعا اللون الداهي ده بيضيف كده لمعين وبهجة لقطعة الخشب بتاعتك بيغير فعلا في الديكور بتاعة نهائيا اشتركوا في القناة كمان برضو هنا كده اللون الاورنج ده شكله حلو جدا وشايفين برضو كده هنا التغيير اللي بدأت تديهوله يعني عمل كده زي زجزاج كده يعني يغير في اللون شوية مع اللون البني خلى الشكل حلو قب طبعا شايفين كده يعني لمعين وبهجة في القطعة دي حلو قب يعني ممكن طبعا تعملي لوحة برواز تغيري طبعا شكل فيه ناس دلوقتي بتغير شكل الحيطان كلها بالديكورات دي بارتو يعني مش على قد الخشب بس فيه ناس كمان بترسم دلوقتي على الأرض على حاجات كتيرة على قطع القماش يعني الديكورات مفتوحة قدام منك حابة طبعا تضيف الكلام زي اللي احنا شايفينه ده قطعة بسيطة جدا تقدري تعملي كل اللي انت بتفكري فيه حاولي تجربي كده حتى لو كرسي مكسور عندك ترابيزة بايزة حاولي تفكري وتغيري في شكلها وصدقيني دلوقتي ما عادش حاجة رخيصة كل حاجة في حياتنا بقت غالية جدا فمجرد ما تغيري بمجموعة من الأفكار البسيطة وتستغيلي أي حاجة قديمة عندك هتحس ان الموضوع حلو قوي وتقدري كمان تعمليه زي مشروع لنفسك من البيت وتقدري تبيع المنتجات دي واكيد برضو هيكون مشروع مربح بالنسبالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما احنا شايفين دلوقتي حابة كمان تضيفي قطع ورد أو رسومات معينة تقدري تعملي ده تدخلي فيها كمان اللون الدهبي أو كمان موج البحر يعني حاجات كتيرة زي الرسومات اللي احنا شايفينها مع بعض كل دي حرية شخصية واختيارات بالنسبالك عمتاً كياه طبعاً اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى تشجعكم لها بالقناة باللايك والاشتراك معايا لو لسه مشتركتوش وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم بكل جديد من الفيديوهات اليومية اللي احنا بننزلها معاكم شوفكم ان شاء الله على خير بكرة فيديو جديد اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا